مش قادر اقوم عشان ده رئيس ده تقدمتك جي علي ليوم اللي هقدمك عايزي عصير يا عمي يالله بقى ما تيجي بقى خلصنا عايزين نبتدي يخرب نتقطفك لا مش هينفع كده انا كاجول كاجول كلام كتير كاجول يخربتش عرامة اه عايز شوات شاي كده بنعناع ما جاية كهوة يا عم ده روشنا كلنا والله نجرب المايك الوائرلس هاتي يا عصير اه عم دي اه عم الهبل حياه بنورك حشبت سينك حشب الهبل اه ده الهبل الفاكر دي كنت بتعمل بيها ايه؟ عم ال ايه؟ انت اللي انت عملته ده حتبوص الحلقة انا بحب بشرك. ليه? 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 الها ارتالة واللطافة اللي انت عملتها لك. انا عملت لك البتاع اللي انت مش كنت بتعملي بها. كعربتلي اليوم. مش كنت بتعملي بها. انت مصاش ورشانة بك يا لأ? انا مصاش ورشانة بك يا لأ. عوش المفروض يا او. يا احمد. يا احمد. وحياتي الوصف. عزيزي المشاهدين اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الدماغ فيها ايه? ضيفي النهاردة انا بعتبره شائي جدا. مجنني. مجنني بصراحة يعني. بعرفه من زمان عملنا شوية مشاريع مع بعض. شركة. هو ممثل دمه خفيف. بيشؤ طريقه بمنتهى السبات. انه يكون نجم شباك. كلكم عارفينه وكلكم بتحبوه زي ما انا بحبه. انا مش عارف هو بيدحك عليه دلوقتي. بس انا عادي انا بكمل الحلقة. هو صديقي جدا وانا مش عارف يا رب الحلقة دي تكمل على خير. انا بحبه وكلكم بتحبوه. النجم رامس جلال. اهلا بيك يا سياس. اخبرك مش مصدقك بحرب. ليه? يا مش طوال اجيب تتكلم بجد يعني. هنتكلم بجد ان شاء الله. هنتكلم بجد وكل جمايل حضرتك اللي جون برضو ما كانوش مصدقين. انما بعد ما الحلقة خلصت قالوا اني دي من قامت على الحلقات اللي عملو. ان شاء الله. ان شاء الله وتبقى حلقة ممتعة معايا. انت قلت لهم انت في الاول عملت ايه معايا وحاجات وكده 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 الحاجات اللي انت عملت على مطيفة دي. كل حاجة تصورك في الاول. ومصعب تصورك. عشان تبقى. شرف ابوك. حالة. بس. يا ريت اللي عاجات دي تنزل. عندنا شوية مواضيع هنتكلم عنها. طبعا. واخد بالك. ايه. وبنسمع دماغك فيها ايه لان برنامجنا اسمه الدماغ فيها ايه. الدماغ فيها ايه. ممكن اعرف دلوقتي دماغ رمز جلال فيها ايه. اه دماغ الوقت دي الان ان حاس ان انا مستهدف جدا لان احاس انها هتعمل. اقسملك بالله ما في حاجة هتحسن. تمام يا رئيس. عشان كده. ده في الاول ده. في الاول. ما فيش اي حاجة هتعمل بها. انا حلفت بالله العظيم. انا حلفت بالله العظيم. صد دي. دماغ رمز جلال فيها ايه. دلوقتي نتكلم بجد بقى. دماغي طبعا فرحان جدا ان انا بعمل معك برنامج. دي اول حاجة. لان انا اول مرة شوفك مزيع وانت مزيع آآ لازيز كده. وآآ ويعني نادرا ان الواحد لما يليه احد ده مخفيف يعمل معا برنامج جاني. فانا فرحان جدا ان انا جاي معا معاك البرنامج ده. لان انا طبعا في آآ خلفية تاريخية. بين وبينك جميلة جدا. مم. فجاي وانا محمل بقى حاجات لازيزة يعني. دي ما اغفاش اي حاجة غير كده دلوقتي. بس? لا خلص. طب ما فيقاش حاجة في حياتك الخاصة او حياتك الفنية. حياتة الفنية بقى في طبعا انت عارف انت عارف ان انا بجهز لحاجة كيان ان شاء الله وآآ مع احمد عبدالله وآآ مسمح عبدالعزيز ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله بذن الله وربنا ورب يكرمنا فيها بحقيقة. واحتبقى اول بطولة لرامس جلال. يعني اه تقريبا كده ان شاء الله. مم ان شاء الله. آآآ في حاجة حياتك الخاصة عايز تتكلم فيها. او بمعنى اصح كل الناس والبنات الحلوين اللي بتفرجوا عليك دلوقتي. اه. انا بعملها لمس لك او بعيد عشان تتكلم انت. تلمس اوه. اه مفيش حد بيعيش مدر حب طيب او انا اخذ بالك. لو هنتكلف الموضوع ده بجد. بجد. وانت يا انا وانت كنت منمر بعلاجة قابلك. لا ملكش دعوة بيا. ملكش دعوة بيا. ومش مفروض ان اتقول. انا بكلمك انت. انا بكلمك انت. شاء المحروقة. اتفضل كم. كم. في مرة تلعط زكريا? لا ما تحكيش الحكاية. لا. الناس ليس انتعرف. انت ليه ليه تتحق كذاب قدام الناس. ما تحكياش انا بشألك انت. ساعات اخطائك بتبقى لالناس حاجة حاجة. البرنامج مش علي انا. البرنامج انا مصطديف رامس جلال. طب ما انا ليه مواقف فيش حياتي معاك عايز. خلاص امطلب منك في الاسئلة تحكيني مواقف بحكيلي. طبع. انت عايز تتعفى انا بحب او اللي مش بحب? مش انا اللي عايز اعرف اكيد السادة المشاهدين بيتفرجوا الوقت عايزين يعرفوا رامس جلال ايه? لا انا مرت بحاجات وكده وفي من ضمنهم. في حدود انا كنت باجي لك وفضل اشتكي لك وقولك انا تعبين وحاجات خير. اه. دي من ضمن الحاجات اللي انا. حاليا كل ده كان زمان. حاليا انا خالي. خالي? ده عشان معجبينك ما ينصرفوش منك. لا لا بس طبعا فيه اه. فيه تنويرة كده فاكر التنوير. فيه لايت كده. فيه تنويرة كده. فيه تنويرة. بس يعني. وانت مشهور بالتنوير يعني. بالتنوير اه طبعا. اه. فجلنا بالغاية بتقول انت ايه فوق? اه طبعا رامز اصل صديقي. اه اه في مواقف كتير جدا اللي حصلت بيننا. اكيد هو هيبقى يحكي منها يعني. بس طبعا مش كال اساس في برنامجنا. احنا برنامجنا الدماغ فيها ايه? اوه. شوفت بقى. اه. بنوص انا. ده برو طبع برنامج صح? طبع برنامج ده? ده مش من عندنا انت العمل. ده من انا? اه والله العظيم. بتاع لبه والله العظيم. اقسم بالله انت العمل. بس اوكي انا. بس رأيس. شعرك ويف من نور. طب ما مش هتكمل الحلقة دي كده. ساز رامز. اه. هبدأ معاك اول اه موضوع من موضوع. انت قلبت في الكاراتين دي من اول الحلقة. الكاراتين هو انا بتاع بيد. كاراتين ايه? بس ده خمس مرات دي خمس مرة تفك. عايز اشوفها ابتدي بايه معاك? بتبدأ بايه? بنوص راب. احنا هنتكلم معاك اولا في مشكلة الشباب اللي عايز تجاوز ومش عارف. كمان. ماشي? وبنسألك انت ايهما تفضل? اه. الزواج بتاع الحب من اول نظرة? اه. ولا الزواج التقليدي? ولا زواج الاسم والنصيب? ولا زواج الاقارب? اه هو طبعا سيكون الاسم والنصيب لان اي حاجة في الدنيا اسمه ونصيب. انا افضل الجواز اللي هو عن حب يعني اللي هو التقليد يعني. ام. ولا التقليد اللي هو حد يجيب لعروسة وكده والجاو ده. التقليد اللي هو حد يجيب لعروسة. لا اكرهه جدا طبعا. اه. اه. لا رجل وانا يعني رايح اشتر عربية. لانا رايح اتجاوز واحدة. اه. لازم تكون عارفة قبل كده. اه. لا مش عارفة فيه لطافة كده يعني. لا لطافت ايه? لا يعني نعرف بعض وفيه مسلا. قبل الخطوبة? لا. اه طبعا قبل الخطوبة. قبل الخطوبة. يا عم ده فيه انترنت دلوقتي ودي اسئل له حاجات كده. ام. يعني فيه كل حاجة بيعرفوا بعض لات. اه. بس ايه يعرفوا بعض بشكل بشكل يأهلهم منهم متجوزوا لانه ممكن تبقى علاقة وتنتهي. انت يا صاحبة الاسمة والنصيب. اولا تحذير. ربنا يعينك على ما بلاكي. دين مراوحة. ما بلاكي يا عم انا مرض انت مجنون ولا ايه? بلاكي انت ليه بتعمل كده? انا بحذرها اللي ايه يا معرفش. ملاكي ايه ده ما تقشي كده? طبعا انت اكيد عارفها هي هي هيكون بتفرج علينا دلوقتي. بس انا بما اني معرفهاش. كمين. فانا من واجبي بحذر حضرتك من رامس جلال. وبحذر اهل لحضرتك. ايه ده? من رامس جلال. لانه لو خد على الوالد شوية حيزروفه صاروخ تحتنا. النظرة دي بتاعتك مبديل? اي حد تسأله عن رأيه في حبس الطيور في اقفاص زي العصفير مثلا. اه? اه بيقول لك حرام عليك ولازم عصفير تعيش بعيد على القفاص وتنعم بالحرية. لكن انا عايز اقول لك معلومة ان في شابة صينية قررت انها تاخد موخف ايجابي وقررت انها تحبس نفسها مع تلتميد طائر في قفاص موجود باحد العضائق العامة لمدة سبع ايام علشان ترفع مستوى الوعي عند الناس بضرورة عدم حرمان الطيور من حريتها. على فكرة القفاص ده موجود في سرير وحمام وكمبيوتر. ايه رأيك في دماغ البنت الصينية دي? وهل فكرت في يوم الايام انك تنضم الجماعية الرفق بالحيوان? لا يعني ما ما افتكرش ان ده كويس يعني. يعني هتعد ما ايش سؤال? الحرية وحبس الطيور ده السؤال. لا انا ضد حبس الطيور. اه. حال يعني انا بقى انا لما بشوف طير في قفص بداي ايه. طب انت عندك في البيت قفص. خالص. انت روحت البيت شفت عندي قفص. انا موكت لي عندي قوتة. موكت لي عندك اه جيت طبعا موورتني. اه. وكلت كتير ومواما الله ارحمها كذباك كلا. اغلط بقى اغلط وقول لا الحجة الحجة. الحجة الله ارحمها احنا ما نقولش حاجة. في حصل مأكلة ولا? حصل. بس. اه? يعني نبقى في الصورة. اه. وفي حصل فلوس ادفعت الزناء انا لو انت ورحت الحجة طالعة. ما هو ده موضوع حنتكلم عليه بعد كده مش عايزين. لا يعني حصل ان الحجة صليفتك الله ارحمها امي وكده. معرفش يعني انت محسسني انتم تصرفوا علي قلت وانا مليش اهل. دي عادي دي حاجات لا انا لو انت مسلا عملت معايا واجب في يوم الايام حاول طلعت في يوم الايام عامل يعني. امم. فانا بقولك ان الحجة الله ارحمها كانت زناء انا. مش ده موضوعنا احنا بنتكلم عن حرية الطيور. تدخلي في ان الحجة الله انا. انت بتقول لي دخلت عندك البيت ليه اتقفص. فقلت لك انت دخلت البيت. قلت لي انا قلت لك دخلت البيت بس في اطار ايه? اه. اطار بقى. ابوش ايدك ابوش ايدك مانا اطار ابوش ايدك. الحلقة دي مش حاكيك مانا. ابوش ايدك. ابوش ايدك. مش حاكيك مانا بيه. عمر اخبار اوله. عمر مين? انا بزيع دلوقتي يا راب. وامر ابنك. ايوة كويس الحمدلله ده وقته. احب حزيز تمامه. طيب ايه. عفكرة طلعت زكريا عنده ولده بنت زي الامر. ده ايديك ريس ولا? ما انت قيل ان انت اعزب يعني. مش موضوع. انت ببص هنا ليه? الكاميرا بتاعتي دي. لا انت فجأة بتروح بص جيبة. يا ابني والله العزيمة في حاجة. انا مش نقص توتر. اوليه الامور بيشلكوا. ايه. ان اولادهم عايزين موبايلات وهم ابسن صغيرة. ايه موضوع الموبايلات ده? لقا بسنة صغيرة كم سنة يعني? ما نازم نعرف كم سنة. انا عايزة سألك السن المناسب للموبايل? يعني السن المناسب لحد مسلا لما يبقى يعني حد يعتمد عليه يعني يبقى. ام. يعني حد يعتمد. لكن اولا ممكن انت لو ديته مسلا لا عشر سنة ممكن يتسرق منه وممكن يتضرب عشان يتاخذ منه الموبايل. اه. اقبلك. اه. انا عايشين في غابة يعني ايه يتسرق منه. لا يعني واحد لو ماشي الموبايل غالي وطفل صغير. وعدة قداموها اتزاك. اكيد هتروح قصه مسلا ونفوح واخد الموبايل منه. انا اولا انت. اولا ولايت معسل داوتشون تضرابهم. مادخلناش نغلط. ياه. انت جايب لولادك موبايل. ايه. انت جايب لولادك موبايل. انا. انت ليه اتداق لما فتكلم عن ولادي. لان انا ولادي كبار. ليه دا ليه كلما فتكلم عن ولادي متتداق. انا ولادي كبار من صغيرين. وبعدين انا مزيع هنا انا اللي اسأل ما تسألش. انت. يعني مسلا حضرتك. ايوا كب. تقدر وانت قعد مع الدكتورة سرحنا تقول لها ولادي. دكتورة سرحان. الدكتورة هلا سرحان. يغلط في الدكتورة هلا سرحان كبارا. لا يعني ممكن تقول لها ولادك. اسمع رأي الله سرحان. ياه. اولا اسمها دكتور. انت دكتور؟. لا. بس. اعزائي المشاهدين والان مع المطرب رامز جلال. انت كده خلط. انت كده قدمت خلط. يعني اقول مش مطرب انا عاصل تكذب عن الناس. اه. مش مطرب. اعزائي المشاهدين. لا تقول. مع المؤدي. لا خالص. اعزائي المشاهدين بعد ضغط ومحيلة مني. اه. رامز قرر انه. اعزائي المشاهدين بعد ضغط ومحيلة مني. رامز قرر انه قرفنا. اصلي يغني لنا. طب انت شايف يعني ايه اللي مناسب دلوقتي. سمعتك كتير. انت حابب من الناس واقول ايه? انا عايز اسمع صوتك انت ما تقلدش حد. لان انت بتقلد مطربين. ممكن اغني مسلا حاجة لامحمد فود. ماشي يا ريال. محمد فود ده حبيبك بقى. طبعا. طبعا. وكده بقى. طبعا. وحيل انت. الحب الحقيقي اه. بيعيش يا حبيبي. امم. بيخلينا. ما فيش بيخلينا خالص فعلا. بيعلمنا نسامح. ايوة بيخلينا نسامح. بيعلمنا نفكر دايما في ايامنا اللي جاء. انت تلعيت. اه يا انت ساوادي. اه. حيرجع على تاني اه. واجرعلك الحبيبي وقول لك. ابا حقك علي. هو ده. ايوة. 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 اه. اه. الانه يا حقيق. اي اي. عايز اسمعك لوه. نغني اه. 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 رصيف نمرة خمسة بتاعة عمر ديب. وغنيه بتاعة عايس كريم في جليم. ماشا. رصيف نمرة خمسة والشارع زحام. ساكم كلامي ما لائي كلام. تسال يا خال. تدخن يا عم. تتوهي المعاني في لساني لجام ترمي بسنجة فرود الفرج يلا طلعيا ترمي بسنجة فرود الفرج وعمر معدي لا يجي الفرج للبحر قاسي في اخره ما راسي ولا حد راسي منين الفرج؟ منين الفرج؟ نخش في المعلومات العامة علشان هات خنقت وعايز انهي الحاجة جدة مدينة سعودية فماذا يعني اسم جدة؟ هل الطريق الواسع المدينة الجميلة الميناء الواسع؟ جدة انا مش عارب بس هختار بقى انا ونصيبي الطريق الواسع اجابة صحيحة المصحب؟ عشان دي بلد باركة بلد مبروكة يعني الحمد لله كم لتر من الدم يحويه جسم الانسان؟ على حسب حجمه يعني انت مثلا ممكن يبقى غيري يعني ده ثابت عند كل الناس يعني انت حجم الدم اللي في جسمك زي حجم الدم في جسمك مش ممكن وفي ناس ما عنداش دم انا قاسف ان اصباعي يجي كده انا مقصودك ده خالص يا ريس لا انا قاسف انا بس جاعدل الوراء انت خوية وتغلط فيي ربنا بيغفر انا مش عقول لها بتعادي انت ضيفي انت بنورني في النام انت ضيفي اغلط فيك ازاي كم لتر من الدم يحويه جسم الانسان؟ كم لتر من العسل؟ آه خمسة 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 اجابة خاطئة هم 6 لتر ليش بقى ده عشان تخيني بعنده دم اكتر وده عشان رفيع ده استاندرد لا طب هقول لك حاجة. يعني مسلا لعبة الباسكت. اه. هل نفس كمية الدم اللي في شاكيل اونيل مثلا قدي نفس كمية الدم اللي في علاء مورسي? اه 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 ايه عم انت فيه ايه هو. مش معلاء علاء مورسي. على اساس حد. اه. يعني من فعل. لا دي. شاكيل مونيل. شاكيل مونير. شاكيل مونير. وعلى برزي عم طلعت ما أصل كلمة دراما أصل كلمة دراما هقولك لا تخترار اخترارات أصلها يوناني وتعني يمثل ولا أصلها يوناني وتعني الحزين ولا أصلها روماني وتعني الممثل يوناني وتعني يمثل إجابة صحيحة آخر سؤال ماذا يعني اسم درويش هل هو كلمة درويش دي أصلها فارسي وتعني الفقير ولا يوناني وتعني القادي ولا روماني وتعني أغني متألي فارسي فقير وتعني الفقير زي الحرفوش زي الحرفوش أوح تقول الحلقة خلصة لأ خلصت حزعة والله عظيم جدا خلصت والله مسلمت عادة معاك يعني انا مش مسلمة. جد? اه عشان كيه لازم انت. انا مضطر اتخلص حلقة. انا مضطر اتخلص حلقة عشان عندي شغل يعني انت. انت بشغل. اه يعني عندي الاستاذ هينيدي بعد كده وعندي اسات زكبار يعني. على راسي. عندي اسات زكبار جاية. طبعا ده اسات زيتي. امامي كلهم. ربما انت بتريع على استاذ هينيدي? انا بتريعش. اقول لك اندي الاستاذ هينيدي جاي بعد كده. مش معقولة اعادوا لغاية تم حضرتك اه عايز طاعد بقى. لا. ونغني. لا انا قولك انا سايد فرحان والله. ماشي. امشي. امشي ايضك ما تقفلش الحلقة. انا فرحان. ام. في نهاية الحلقة قبل ما نقفل سؤالنا التقليدي دماغك فيها ايه? شعر. فيها عسل. طب ما هو. شعر هو والله. الدماغ من جوه. كمخ. فيها مخ. يا جمجمع. لأ الدماغ خلاص لا والله يا خبار. الدماغ فيها ايه? فيها اه. فيها اه. فيها حب اه كبير للناس. بحد الناس جدا. وفيها تفاول. اه. وفيها اه. وفيها دعاء لربنا ان ربنا يكرمني ويكرمك ويكرم الجميع يا رب. يا رب. يا رب. بحاجة المال. اه. في مشكلة اجتماعية طبعا من الحلقة عجباك مش عايز تمشي. مش مشكلة اجتماعية عندي? مشكلة اجتماعية عندنا احنا. اوه. واحنا بنقولها لك وبنعرف دماغك فيها تفكر فيها ازاي. عندك ولا عند اسرة برنامج? مشكلة بتجيلنا للبرنامج. اه. من عند حد. تمام. وبنعرضها عليك. اه. وانا اخد رأيك. صديق لي اتصل وقال ان عنده بنت في الجامعة. تمام. فوق بيها انها حامل. تمام. عارف انها متجوزة. الله. اسمح لاني الحلقة استاذ نبيل. اه هقول سؤال للمشاهدين في المنازل. عشان اخلص من الحلقة دي. اهو. سؤال للمشاهدين. تمامي. المفروض كان الاستاذ رامز هو الليход يقول. لاه. لاpse مادلينيش با لا والله نقول لنا. عشان اللي حصل ده. عشان اللي حصل. لا خلuk. عنا هقوللي سؤال للمشاهدين ما ادقنيش با ده رزق استنى طيب ما تجاوبش ليا تقولي السؤال بس. اللي تحت ده الكامل بتاعتك ايبي. سؤال للمشاهدين من صاحب رسالة؟ نزل التمداري والششكة. سؤال المشاهدين. ما انا لاatte ضعب رسالة الغفران؟ الاختيار الاول الجاحز الاختيار التاني ابو العلاق المعري الاختيار التالت عمر خيام. اقولي الاجابة? لا انا اللي حاولي. تمام. الاجابة هي عزيزي المشاهدين ساعدنا جدا اه بالفنان رمز جلال واوعدكم ان انا مش هجيبه تاني في اي برنامج. اه لانا اللي بقدمه ولا اي مزعين حريحكم منه شوية. ليه شوية? اه نظرا الفرقعة والحاجات اللي اتعملت دي. انا ساعدت جدا. حبيبا طبعا انا خليك. انا ساعدت جدا بيك استاذ رامز. وانت شرفتيني جدا النهاردة. وانا ساعدت جدا. سيبك من مقالب والطفل اللي اتعملت دي. حبيبا طبعا. بس انا بحبك وانت عرف ان كل السادة المشاهدين بيحبوك. بحد طرع تزاكرية جدا وكفنان وكصديق وكذكرات لنا جامعة مع بعض ايه. ربنا خليك ايه. دي ما فيه الشقة المحروقة وكل حاجة. اه ده هيبقى موضوع حلقة تانية مع رامز جلال لانه عنده مواضيع كتير عادي. مو كده من شهر المشاهدين موضوع الشقة المحروقة. عزي المشاهدين استمتعت جدا بالفنان رامز جلال والى القاء اخر ونجم اخر في حلقة جديدة من برنامجكم الدماغ فيها ايه. والسلام عليكم ورحمة الله.